يا من تتغزل بفتاة منتشيا معها مسرور وبكلمة حب تطربها تسقيها بالعشق سرور وتمنيها في أحلام أياما شهرا ودهور فكر بتأنّن وتأمل واسأل نفسك ما تخشاه هل هذا باب للعفة أم باب نفسك تهوى هل فعلك هذا مشروع أم صنحك يرضاه الله وترضى فعلك يفعله شخص مع أختك بغرور يسمعها كلمات الحب يعطيها وردا وزهور يفعل ما تفعل من حب مع أختك وبدون فتور أو ترفض هذا مع أختك ترضاه لبنات الناس وتصون لأختك سمعتها فالسمعة في البنت أساس قل هذا عن من تهواك أعطيها نفس الإحساس حبك يجعلها عاصية لله تقترف حرام خائنة ثقة للأهل وضعوها عبر الأيام أو ترضى هذا أخيه هل هذا خلق الإسلام يجعلها حبك ساهرة لا تعرف للنوم مكان ويؤخرها بدراستها يشغلها كل الأزمان هل فعلك هذا يؤذيها أم هو نوع من إحسان إن كنت بصدق تعشقها فاطلب أن تخطبها الآن لا تتحجج بالأوضاع وتتهور حال البلدان فالله تكفل بزوادك إن كنت تريد الإحصان إن لم تطلبها فاتركها خلصها من كل عذاب لا تتلاعب بمشاعرها وبعود أشبه بسراب من أعجب بفتاة يوما فليأتي البيت من الباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر